صحية طيبة لكل مشاهدي قناة حنبال أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من برنامج عيادة للجميع موضوع الحلقة متعنا اليوم بيش نحكيه حول نوبة الهلا أو ما يعبر عنه باللاتاك دو فانيك نوبة الهلا الفرق ما بينه وما بين اثترابات الهلا هل يمكن اعتبار الهلا عن نوبة الهلا مجرد شعور خاطر أبريتو كلنا عنا الإنسان معنات عنده كتلة متعامة شعر دونك الخوف وقتش يعتبر الخوف سعهو الهلا اللي ممكن نوبة الهلا هي نفسها نوبة الخوف كلنا نخافوا ولكن متى يمكن اعتبار ممكن نوبة الهلا أو نوبة الخوف حالة نفسية مرادية نعفوا لكونوا توصفين برك الله عننا مدة نعيشوا في ممكن الحالة القسوة الاجتماعية الاقتصادية السياسية وتعكرت أكيد الأجواء مع جائحة الكوفيد ديزنوف دونك قاعدين نعيشوا ممكن في برشة ضغوطات نفسية كلنا نخافوا أكيد على الأقارب متاعنا على عيلتنا على العزيز علينا ولكن خوف من خوف وما خوف ممكن يمكن اعتباره خوف نقبلوه ولكن متى يمكن اعتبار ممكن الخوف هذا اكزاجير يقولون نحن مفرط وينجم يخلي المواطن العادي اللي بسيط يمشي إلى كونه نوبة الخوف تولي حالة نفسية كما قلت نحكيه حول نوبة الهلال لأسباب امتاحها الأعراض امتاحها التشخيص خاصة امتاحها وما هي ممكن اهم اهم الطرق العلاجية نحكيه على ممكن بعض الادوية سألتون عليهم ونحكيه كذلك على التوب تندانس توا ممكن للعباد القادين يشاهدوا فينا هو العلاج السلوكي المعرفي اللي ابرز واثبت مدانجات ووقتي للانسان ممكن يتعالج العلاج السلوكي المعرفي ثم راحة للمريض وثم اكيد امليوراسيون وتحسن للتفاعل معنا رقم الهاتف محتوط على ذمتكم 21-181-21-181 رقم خاص ببرنامج عيدة للجميع سعيدة جدا اليوم بقبولها لدعوة متعنا دكتورة ضحا بشيخ قليل اخصائية في الطب والعلاج النفسي واخصائية في العلاج الجنسي دكتورة ضحا بشيخ قليل مرحبا بك شكرا اكيد لقبولك الدواء متعنا شكرا اميرة شكرا على استضافة مرحبا كذور لي انا انفيزاجي بلوتو بش نحكيه على برشة مرات حول نوبة الهلاع او نوبة الخوف ولكن يذولي كثرة منعش الظواهر وكحكينا مع بعضنا في القوف قتل اميرة صحيح جائحة كوفيد ورعية اقتصادية اجتماعية هشة ورعية صحية هشة تونسة الكل والعالم اجمع ضدو تلمانير مالش نحن نحن في بالكسبسيون لكونا نخافه على رواحنا نخافه ممكن على عائلاتنا على صغارنا على الاقارب متعنا هو لكن قتل النسب متع نوبة الهلاع او الخوف المتكرر زادت الفترات هذه وخلاء المواطن التونسي معادش الخوف انتوما ما تتقبلوهوش كخوف عادي معنا تولى خوف ممكن سلوك حالة نفسية اكثر منه خوف عادي شو الفرق ما يبين الانسان يخاف يظهر لي ولا هو الخوف في حد ذاته طبيعي عادي مجاز معنا تهاش مجاز وقت اللي فما احنا الاسباب اللي تخليه باش يخاف وإلا وقت اللي الاعراض متاعه هايك الخوف هذيك في حد معين مستويه معين لكن اذا كان ولا خوف من غير سبب ولا خوف مفرط ولا خوف عنده مضاعفات على حيات الشخص ولا على حياته اليومية ولا على المحيط متاعه وقتها يولي غير طبيعي لان من حق التونس يكونوا مثلا يخاف طوى يخاف على مستقبل وما قولوش للتونس يقولوا إنسان بصيفة عامة بصيفة عامة نحن منذ بداية الجائحة معنا متاع الكوفيد قط لي شوفنا الوضع معنا نفسي تاع بشوي تاع برج واضطرابات القلق بصيفة عامة لتخو بلانكسيو كثرو فما اضطرابات كثرت أكثر من غيرها في اضطرابات القلق مثلا عن الوسويس القهري مثلا هو الوسيوس يعني عند موسيوس عن الجاراثي يعني دي زوبسسيوان دي كنتامناشو ولا إفرات مثلا في التنظيف وتعقيم والخسيل بصيفة مهولة بصيفة كبيرة معناها دونك دوما حالات وسويس قهري معنا نلاحظو فيه وفما زيدا نضافة المفرطة نضافة ولكن مش لكونوا أكثر معنا مرضية قط لي دي او جاوك برشا دي باسيون معناتها بليدين معناتها وليد حالات جلدية يتستيرام مرض جلدية من كثرة استعمال مواد التنظيف وفما زيدا اضطرابات الزراب الهلع ونوبات الهلع زيدا شوفوا فيهم معنا موجودة بصيفة مع الدولة هي من أصلها نسبة مرتفعة معنا اضطراب الهلع من قبل نسبة اضطراب الهلع ونوبات الهلع مرتفعة تتسمى نحن تقريبا في أوروبا مثلا 3% في أمريكا 11% وذلك يدل زادة على ضغوطات الحياة يدل على فهمتني الغيتم نحن عنا تقريبا 5 إلى 30% من الناس عملوا نوبة نوبة هلع مرة في حياتهم أنا شفت نختيك اللي يقول معناتها لا بلوبار باش من عمامش في العموم ولكن نجل تكون صارت له مرة في حياته نوبة خوف تنشوفوا نحن شنية الأعراض متاحة معناتها باش نقولوا وهي اللي هي كونة كريز دو بانيك ولا كريز دو انغواث من يكمل اعتبارها عادية مثلا الانسان نعش بشي عادي الباك كنت تردمها فما معتها حالات وإلا ضغوطات للإنسان أوتوماتيكم ممكن يحس بالخوف كيفما الضغط يبرر نوبة هلع في كونتكست معين نجم تتعدى عادية هي نوبة هلع واحدة مرة ما تخلي نشن شخصه اصطيراب الهلع ما تكفيش لكن إذا كان صارت في ما فماش معناها سبب واضح ولا كانت أعراضها كبيرة ياسر ولا كان معناها تكرت ولا بعدها جاء اللي نسميهنا الخوف الاستباقي يقعد خيه بطريقة متواصلة لا تعاود له مثلا ويأثر على حياته وقتها يوالي مرضي معاش طبيعي هناك قوس نفتحوها مع دكتورة ضحاب الشيخ قليل أخصية في التب والعلاج النفسي وكذلك العلاج الجنسي برشة حقيقة هنا تفاعلات مع السيدة المشاهدين وهو مش موضوعنا وليك تتوى إن شاء الله معناها حلقة خاصة به لديبريسيون هنا يقول لك المناشة احنا أكثر شعب ممكن في العربي العربي نحكي في التونس احتلت المرتبة الأولى في نسبة الاكتئاب معناها كل شعب التونسي كله يزيد يوصل للاكتئاب معناها من المضاعفات اللي بشراهم ظهور اضطرابات نفسية أخرى بما فيهم الاكتئاب بما فيهم الإدمان على الكحول على بعض المواد معناها بما فيهم اضطرابات أخرى من نوع اضطرابات القلق مثلا رهاب الخلاة مثلا لقوا غافوبي يعني تظهر حاجات أخرى أعراض أخرى أمراض أخرى وبما فيهم بعض المخلفات الجسدية زيدة خطر هو ضغط مستمر توصل حتى للانتحار الإنسان والي خمم في الموت كي بدأ اكتئاب حاد وكي مثلا هو احنا نباته نحكيو عليه في الأعراض النوبة الهالعة الإنسان يحس روحه بش يموت يحس روحه في قد السيطرة على روحه يعني هو دي جاء الموت يحس فيها كيما نقول ومهوش يتخيل أنه يحس فيها ليه يحس فيها بالحق يعني يحس في روحه يحس في روحه مقتنع أنه بش يتخنق ولا مقتنع في اللحظة هذيك يعطيك الزحة في اللحظة هذيك دونك شو الفرق ما بين دكتورة ضحاب الشيخ قليل أخي ساي كيما قلت في التب والعلاج النفسي دونك النسب ارتفعت كيما قلت في العالم أجمع تونس ليست بمنأة وإحنا معناتها من الشعب بمنأة على هذه الضغوطات النفسية اللي احنا قاعدين نحاول وببسيس من الأمل على أصلاح أكيد ويقع البلاد ولكن ممكن نجمو أصلاحات من ناحية الاجتماعية الاقتصادية يا حب ذا السياسية ولكن نحكيو على الحالة المرضية دي هي معناتها عجز العالم على تطويق هذه الجائحة ممكن نحن نعطيو لهن لسيدة المشاهدين للمشاهدين للمضاعفات اللي هي تكون مضاعفات اختيرة واختيرة برشا الفرق ما بين نوبة الهلاء واضطرابات الهلاء هي في التكرار متع هو فما لديسام اللي هو يحد المعايير لتشخيص العلمية لتشخيص نوبة الهلاء ولتشخيص اضطراب الهلاء نحن نشوف للسوار إذا كنا موجودين هنا بش نزيد نواضحه أكثر لسيدة المشاهدين بالنسبة للدليل التشخيصي الإحصائي هذي للإضطرابات العقلية يحدد معايير باش احنا نشخص نوبة الهلاء إذا كانت وجدت أربعة أعراض على 13 نقولوا هذه نوبة هلاء من الأعراض اللي نحكيوا عليهم وبالنسبة لإضطراب الهلاء لازم فما نوبة هلاء مع مثلا مدة شهر خوف بعدها تقعد يليها خوف يتسمى الخوف الاستباقي من أنها تتكرر نوبة الهلاء من أنها تعاود تجيه يعني مش الخوف من حاجة أخرى خوف من كونها هي نجم تظهر مثلا هو يخاف من أنه يخرج من داره بلكش يتجيه نوبة الهلاء وما ينجمشي سيطر على روحه هذا هو خوف استباقي وإلا تكرار نوبة الهلاء وقتها نولي شخصه اضطراب الهلاء يعني ليس نوبة واحدة إذا قلت لدكتورة في ذوحا اللي كانوا برشا هنا على سبيل المثال جيتهم نوبة الخوف الهلاء وغوما مالورزوان ممكن ينجموا قاعدين يسوقوا في السيارات بتحهم قلت لي معناتها من بين الباسيون ثم اللي شكو معادش يحب يعود يسوقوا الهلاء كمبلاتما خطر صارت له مرة كريز متاع دو بانيك ولا نوبة الخوف هذي هو يسوق دونك إلا رفوزي كمبلاتما قالك دكتورة ما عشنا عاود نركف كيف ما عشنا سوق فيها احنا من الحالات مثلا اللي نشوف مثلا هو مثلا في شي دوتوروت مثلا في طريق ولا في طريق وجيته نوبة هلاء دونك تقلق وتفجع وكل شي وقف وتعديت هذيك بعد يقول كي نسوق ونبدأ مثلا في يوم بوطياج وتجيني نوبة الهلاء كيف نهرب كيف نخرج كيف يسعفني يولي فيمت معناها يولي استباقية خوف استباقية يولي دون الفيتمان يعني يتجنب تجنب متاع المواقف هذيك اللي بالك تجيني فيها نوبة الهلاء وما يلقاش كيف يمنع ولا كيف يصعف ولا كيف يعم عدم دخول قطي لقاعات السلماء مثلا مثلا خاطر سمع مثلا بورت بركة السكو ما يلقاش كيف يخرج مثلا هذيك تولي ما نسميوها هلا غغافو هو روهاب الخالي معناها احنا نميز بين اضطراب هلعب مع روهاب الخالي ولا اضطراب هلعب من غير روهاب الخالي خاطر بصفة عامة واحد يجيب لاخر اذا كان بمسور ما تمش التشخيص في الوقت اذا كان ما تمش التشخيص والعلاج بالطريقة كيف نشوف هنا كما قلت العلاج السلوكي المعرفي ممكن هو فمبرش علاجات ولكن اللي ممكن نلاقي اكثر نجاح واللي يحس روح مع طبيب متاعه اللي هو العلاج السلوكي المعرفي علش نسي اكثر من الرجال والله نسي اكثر من الرجال ديش قلق هذو ما معناها النسب ورات تقريبا ثنين واحد معناها زوز نسي راجل معناها سي بلو فريقان اللي تخو بلانكسيو شو قلق المرأة نفسية نتاح البنية نتاح في راجل والمرأة ما يتخمم في برشة حاجات فارد وقت والراجل يركز مثلا على حاج على خدمته على السياق نسي اكثر حتى في المعنى الكونسولتاتيون شوفوا موجود راجل لكن نسبة نسي مثلا في الكوفيد المرأة كما نقولوا خايف هي اللي هي بالنظافة هي اللي هي بالتعقييم هي اللي هي ملمة بمشاكل المنزل والأطفال دونك الخوف باش تخمم في الحكاية هذي اكثر باش تكون كونسيرني اكثر دونك تشوفوا فيهم نسي طب صراحة في الحكاية ذي الخوف مثلا اللي شوفت أنا بسيفة خاصة منعرش بلاي سخريفة مثلا بالنسبة للرجال هو الخوف من أنه بلكش يمرض ولا بلكش كان ينقل العدوى البو الولدية ولا فهمتني ما هوش نفس النوع من الخوف ولا هوش نفس النوع ولا إذا كان سي مثلا مرض وسي لابس حمد الله وكل يقعد عاود ديما يكرر في الفحوصات بلكش عاود بلكش يرجع يثبت يعس على روح وفهمت كيفيش ما همش نفس تركيبة مش نفس التفكير والمرأة بيانسور تحية لكل النساء اللي شاهدوا فينا دفاع ميليتان مكافحات وكذلك تحية باش ميقولوش تحية زيت الكل الرجال اللي قاعدين يشاهدوا فينا كما قلت دكتورة ذوحاب الشيخ قليل الأسباب مازالت غير ما لرزمان في نوبة الهلع معروفة ولكن ممكن أنا أقول ما نعلم صحيح وإلا الضغوطات الحياتية تخلي الإنسان ممكن شخصي معنا كل استخدام كوتيديان ولكن بدون إفراط في الخوف تخلي الإنسان تحس لكل المواطنين كل خايفين كلهم هو فما يجب فرقوا بين الأسباب وبين العوامل اللي تسهل ظهور الاصطراء هنا بالنسبة للأسباب ما فميش أسباب واضحة 100% علمية لكن فما عوامل وقع أثباتها مثلا العامل الوراثي معنا احنا فما برشة حالات يجيوا مثلا تقولك أنا أمي هكيكة ولا احنا في دارنا عن الخوف الكل نخاف ولا مش لازم اضطرابات لكن فما مستوي الخوف مرتفع شوية ونلقاه كما قد كاف مليو وهو بيدو حتى بالتربية حتى يتعد للخوف معدي فمتني فما الجينب العائلي والوراثي لكن فما دراسات حول مادة السيروتونين اللي هي ناقلة عصبية هي ناقلة عصبية الصور مثل الخلايا العصبية بعد هذه صورة تورينا هذه مبعد احنا تورينا في الدماء عبارة كلنا المطور اكيد الكماند هي فراز السيروتونين يقع بين الخلايا العصبية اللي في الدماء نجم نشوفهم في الصورة اللي بعد يتحكم السيروتونين تحكم في شنو السيروتونين ايش تعمل هذه السيروتونين لا ما زلت فما واحدة فيها الخلايا العصبية الزرقات تشوفها ميزلش هذي الصورة شنو الصورة فيها خلايا عصبية نسميهم معنا فما الانورون بخي سينابتيك والبوست سينابتيك دونك هك المساج كيف ينتقل من المخ من دماغ لا لا في الخلايا متع الدماغ بش ينتقل بكل مادة السيروتونين هذيك اللي هي بش يقع افرازها من الخلية الاولى العصبية الاولى بش تخرج منها وهذه الصورة هذي دونك هذيك الخضرة الخضرة هي خلية تفرز في السيروتونين يقع افرازها البرى دونك تخرج هذيك تسمى الفونت سينابتيك وهي بش تركب على الخلية اللي بعد بش يتعدى المساج المعلومة احنا هيك السيروتونين هذيك في الحالات هذي فما نقص فيها لحظ فما نقص دونك النقص يخلي المساج يتعدى بطريقة غير سليمة هذيك منبعد احنا الافكار اللي عنده الانسان اللي عنده المخاوف هذي افكار غير سوية مثلا نجم يقولك انا 100% بش نمرض لطف بش نموت انا 100% عديد صغاري سيء انا 100% مخاوف اكثر من اللوزوم مخاوف اكزاجيغي مخاوف ساعات غير معقولة مخاوف هذيك التفكير هذيك السلبي هو سلبي احنا نسميهم معناها هو تفكير غالط يا اما في النسبة ياسر مرتفعة يا اما يعيش مثلا الحاجة كينها جيت بالنسبة ليه متأكد اللي عنده دونك الفكرة غالطة هذيك اش بش يعمل دونك الدماغ عنده افكار سلبية وغالطة بش ينشط الجهاز متاع الضغط اللي هو الو سيستام نервيو سمباتيك اللي هو دونك لنا في الصورة اللي هو يواصل بين السيرفو والدماغ وبين الجسد بكامل كل منطقة في الجسد بش يجيوها معناها معلومات معلومات من السيرفو السيرفو قلوله فم اختر كبير الفكرة فم اختر دونك بش ينشط هيك السيستام سمباتيك بش يقولوا الاكسيلراتور متاع لبدا بش نشط الاعضاء مثلا القلب يكون يدق بش يدق برش خاطر هو بالنسبة لي الدماغ بش يأهلنا حالة خطر راح يزمنا نهرب ولا يزمني شنو ولي بش نعمل دونك القلب بش يدق برش مثلا مثلا بش تصير مثلا ينفزو كونستريكسيون الأوردة بش تتسكر عليش دونك يولي ينقص يتيح معناها المستوي متاع الأكسيجين دونك هذيك عليش يحس بالدوخة ويحس راسه يوجع مثلا بش يحس مفعوله وحس بالاختينيق معناها قصبة الهوائية تضيق دونك هو يحس روحه بش يتخنق ينجم مثلا المعدة حس ألم في المعدة خطر بش تكون فما عليش على خطر يعطيك صحة هذي خطر هو من ناحية ينشط المدخسيتين مثلا المعدة ومن ناحية إفرازات الحموضة في المعدة لسي دونك هذيك بش يعمل وقلق في المعدة ينجم يوصل حتى كينو بش يرجع ولا تقي ولا في العضلات بش تنميل خالو ينجم يعمل تنميل بش يكبش العضلات هذوما الأعراض ينجم يمس الجسد وينجم من نوبة لنوبة الأعراض تختلف وينجم تكون كل نوبة تتكرر مثلا بأعراض مختلفة ولا بأعراض مثل القلب برك مثلا مش الإنسان يمر بنوبة هناء ولا مش الكل معنى القلب والكريش كل مرة حاجة وإلا عنده حاجة ديما هي وديما فما هيك الخوف معنى في الأعراض من فقدين السيطرة عن نفس من الخوف من الموت والخوف من الجنوب مش يفقد عقله يقول لك خوف شديد وساعات زي دا يحس كي إنه المحيط في قد التواصل مع المحيط متاعه اللي احنا نسميها لدي بيخسوناليزاسيو مثلا يقول مثلا بكلم كما يقول يقول لك يقول مثلا أنا كي نبدأ قاعد نوالي ما عادش نعرف روحي وين كي إني البلاصة غريبة عليه هو في داره مثلا ولا في خدمته ولا في بلاصة مألوفة يقول لك ما كي إني حسيت البلاصة غريبة علي ما فهمتش روحي كي إني في حلمة ولا كيفيش هو فيق فهمتني وقت جيت لك فيس هذه كان نوبة الخوف الهلاء فيها الأعراض هذه وفيها لا دي بيخسوناليزازيون ولا دي بيخسوناليزازيون ولا دي بيخسوناليزازيون ولا ساعات يقول لك حسيت كي إني خرجت من بدني ولا بدني حسيت ما فهمتش كيفيش ما كي إني منيش هكا نغزر الروحي ولا ما قلبي وحده ولا يدق قد يش تستمر النوبة هي بصفة عامة ما هيش طويلة رايب بصفة عامة بعض الدقائق عاشرة دقائق نجم خمسة دقيقة لكن بعدها يحس بإرهاق الشخص يحس روحه تعب معنا بعد ذلك الكل يحس روحه معنا دون زانيتا دو فاتيق كي إنه معنا هي موسيتون دي شارج داد غنالين معنا فما نسبة نسبة تعموية بش تطلع يسر دونك بش تأثر على بدنه بش يتعم بعد عبارة عاش بالحق حاجة مخترة ولا حاجة معنا البدن عاشة هو المخ عاشة في التفكير والمشاعر والأحاسيس بش تتبع والبدن جسد بش يتبع ومبعض التصرفات بش يتبع بش يتجنب بش يولي دي ما يحب معاه شكون نحن نسميه معناه أنه بجي كون تخفو بيك دي ما معاه شكون يخرش مرافق لي مرافق دي ما مرافق بش كان صارت له يسعف فهمتني اكزاكتما إذا يغبش نوضحه نرجعه هنا حول نقطة هيمة لك كما قلت لكثير ينجموا يمروا بنوبة الخوف مرة ممكن في الأحيات ويقول لك تشبه للنوبة القلبية يغبش يمشون لحالات الاستعجالية يمشون الاستعجالية بحصو من تبيب تترى على أساس نوبة قلبية ولكن ينظر لقلب فيه صحة جيدة وتكون نوبة هلعب بش خليلك أكثر هنا بش نجو على النقطة دكتورة الإشخة قليل أخصائية في الطب والعلاج النفسي والعلاج الجنسي فاصل ثمان واصل مرحب مرحب في هذه المباشرة من برنامج عيادة الجميع حاضر معني دكتورة إلى الإشخة 開�� في الطب والعلاج النفسي والعلاج الجنسي سنحاول على نوبة الخوف أو اضطراب هلع تاق كرس كما قلت بحكم ممكن ضغوطات الحياة ممكن صحيح مرحبا بيك ساعة أخر وقفنا حول نقطة الفرق ما بين خاطر اللي ممكن صارت لهم نوبة الهلا يقول لك أنا صارت لي نوبة قلبية أتاك تغذيك اللي هما اللي برشا يمشوا للإستعجيدي يتم الفحص متاحهم هو اللي يصير نقوله احنا الطريق متداول معناها بيش تصير نوبة الهلا بصفة موفيجة من غير سابق انذار بأعراض كما نقوله لك مرية دونك شي سير كما قلنا فما التفكير اللي هو سلبي تفكير اللي هو غالط مراضي بيش يقع الدماغ عنده هاك الفكرة هذي دونك اللي هو فما اختر حالته اختر بيش يأهل الجسد بيش يقاوم الاختر دونك بيش يقع تنشيط لسيستام نرفيو السيمباتيك اللي هو الأكسليراتور دونك بيش يقع افراز مواد غادي الكاتيكولامي بين المعنى الانورون والقلب بيش يقع ارتفاع دقات القلب ينجم يحس ألم في الصدر يقول قلبي بيش يخرج من بلاستو هكا هما يقولوا هين الكلمة حسيت قلبي بيش يخرج من بلاستو دونك هما اول حاجة يعملوها يمشون الاستعجيلي يكون متأكد متأكد بيش يصير له جلطة قلبية ولا بيش يموت ولا دونك يمشيو يعملو بصفة عامة فحص كامل يشوفو لهم ضغط الدم يعملو لهم تخطيط يعملو لهم شوفو لهم الاكسيجين كل شي معنى ويقولو لهم لباس لباس ما عندك شي هذي هما الناس تتعاود له مرة اخرى دونك يعاود نفس الحكاية نفس البركور يعطيك الصحة المرة الثانية الثالثة الرابعة يقول مانا ياسر يزيك يوليو في اما تكرار كبير للفحوصات والتحاليل ويزيدي يثبت ويشوف يقولوا ما انتي يجب تمشي للباسيكياتر هما الناس ساعات ما يقبلوهاش مانيش نكذب مانيش نحس بالحق فيه بالتسارع فالتسارع دقاء الحصف والاقلاق مانيش نكذبه هي رأي كلمة ما عندك شي مش معناها انتي تتخيل لا هو المقصود منها عضويا ما فميش مشكل عضوي يعني العضو وريد احنا وريد القلب عضويا لباس عليه لكن فما مشكل وظيفي سيانب خوبليم فونكسيونال معناها التسارع في دقاته لكن هو لباس عليه معناه هو في وضعية اخرى متاع اختر تتسارع دقاته بصفة عادية لوجيك فوالا احنا اول حاجة في الوضع هذه سعى نطمنه المريض اللي هو ما هو شي يستخيل ما هو شي خصاعده صحيح مر بيها مر بيها يعطيك صحة معناها 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 بعد هذك باش نعملو كما نقولو تقييم النفسي فمتنيه هو مع العلم انه ينجم مرات يجي مر بالاستعجالي لكن ينجم مرات يجي طول لطبيب النفسي كيفاش يجي لطبيب النفسي وقت اللي هو مثلا يتبع قبل ولا ينجم قبل يتبع على اكتئاب ولا على حاجات اخرى ولا عنده مثلا امراض اخرى ممكن يعني فم الاستجوية ما نقولو احنا نفسي الانتروجاتور باش نشوفوا الاعراض باش نشوفوا المسببات باش نشوفوا زيادة الضغوطات الحياة اللي ديرا بها نشوفوا وضعوا كيفاش صارت الاحكاة لكن يلزم زيادة فم فحص جسدي معناها يلزم احنا زيادة نثبتوا اللي كانوا العضاء الاخرى يعطيك صحة اللي هما اساسا عنا احنا القلب وعنا الغدة الدرقية معنا احنا التحليل الدم بطريقة سيستيماتيك معناها بلانتيرويدين عليش خاطر 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 الغدة الدرقية نشتعطي امراض تشبه للنوبة الهالة معناها احنا اول حاجة نقولو احنا احنا نحن الحاجة العضوية بعد وقتها باش نتعدو كيما نقولو للمرحلة متاع التشخيص المدقق اللي هو باش نستعملو هايك المعايير كيما قلنا اربعة على ثلاثة ياتيك الساحة ياما اضطرابها لا ياما نوبتها لا عبر ياما خوف استباق ياما معاه اضطرابات قلق اخرى معناه باش مبعد احنا نبدو في العلاج معناه يزم التشخيص المرحلة هايكا مهمة ومسوعة معناه صار التشخيص والتحاليل حضرت وانتوما الأطباء معناه المختصين نعود نقول له في الطب والعلاج النفسي بوزة دي ميتسان كاليفيه ومحلفين على مزدقية المهنة متاعكم وعلى نحن مزدقية المهنة متاعكم فيزا في الباسيون متاعكم يحبوا في السرية ويحبوا معناه مناعش نتوى 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 المجتمع التوسى اوبن مايندد معناه ولا متهتح شوية ويقبل العلاج النفسي اللي منشأنه بشي يتوى أبريتو من الحالة النفسية امتعوه ماتش فما كل غفو والله هو فما لي يقبل ويجي كما نقوله معناه متقبل الحكاية لكن فما ليلقى روحوا قدام الأمر الواقع الشي يكثر بيه كما نقوله ما عادش لازمه كيفاش فما ليجي يقول أنا راني دكتورة مانيش مقتنعة بالجانب النفسي وأنا مثلا تكويني مهندس يعني جو سوي كارتزيان جو سوي ماتوي ما يقولي لكن لكن الله غالب كثر بيه الشي وقالوا لي التحاليل على الاباس واللي مشيت لطبيب المعدة والعاباس قالوا لي راهوا سيب سيكولوجيك هاني جيت وهذاك معناه إليه دوماندور معناه هذاك إحنا مليزمش نقوله ها ذا ما يفهمش ولا ما يقبلش لا هو من وظيفة وقتها الطبيب أنه يفسر له أنه يوضح له وأنه كما نقوله ينوره باش يوصلوا يفهم معناه اللي حالة ممكن اللي حالة متاعه ويوالي موتيفي على العلاج إحنا اللي هذا يفهم ما يقبل معناه قبل حتى لتيرابي باش نحفزو باش نحفزو باش يفهم باش يفهم باش نبعد يتطبق العلاج يعرف كيف يعرف كيف جوت المانيارة نتصور إنا حتى إذا كان معناه الإنسان مشاه في المراحل العلاج النفسي وكان معناه هو قابل بانشور نفسيا العلاج هذا فإنه المراحل المتاعه تكون قصيرة حتى لا تكون معناه طويلة يتحسن فيسع والنجم وقتها ما نستحقوش للأدوية معناه بالعلاج النفسي بارك النجم يتحسن وتكون المضاعفات متاع المرض أقل وتكون معناه إذا يخطو ما تخافوا بما أنه خطر نوبة الهلاء أو نوبة الخوف اللي تم معناه التشخيص متاحه وقلنا راهوا نوبة خوف ماهيش نوبة قلبية معناه والأعضاء كلها سليمة ولكن هي حالة نفسية المخلفات إذا كان الإنسان ما يخذيش بعين الاعتبار فإنه هو وحده وحده فما عملتها طرقات أخرى ممكن ملتوية يمشي لها على أساس بش يحسن من الحالة مثلا برشا ولا إدمان على الكحول أو تناول بعض العقاقير أو المخدرات يقولك أنا بش نرتاح ولا بش ننسى صحيحة وهي مضاعفاتي يظهري هي الحالة النفسية هي فما بش يدخل في دوامة الساعة بش يوالي الساعة بش يوالي هو جيته مثلا الكريس دانجواس دونك بعد نوبة الهالاء بعد خايف لتعاودة جيه لكن ساعات الخوف من أنها تجيه هو بيدو يوصل لها ومبعد يقعد بش يوالي بش يوالي ينجم يوالي بحبه من عنده مثلا ادمان علىburger مهدئيات يعني Pit الكثير منهم. الزيداتي فتاو زيدة برشا ممكن. مثلا ينجم نشاطه اليومي والمحدود. مثلا يقرأ معاشين يقرأ ليخدم معاشين يم يخدم معاشين يم يسوق يخاف ينجم يوالي يظهر كيما قطلب اضطرابة قلق اخرين كيما لاغوغافوبي ولا كيما دفوبي مناطق مثلا مقتذة ولا يخاف من حاجة معينة مثلا يطلع ولا يطلع ولا ينفو بيس ولا يقود سيارة معناها تتطور الحالة. والعزلة تجمي دكتورة كما عبيت تختار كوات تنعزل بعد العائلة. فما يقولك انا من ناحية نخاف لجيني قدام الناس ومن ناحية اخرى يقولك انا كان جيني كي نخرج خليني في الدار خير باش ننجم منا نلعا نعرف كيفاش جوجيخ. فما يعني ولي منعزل كل راو واقع نشوفه فيه هذا راو. يخلي الافكار ممكن سربية زيت تعمق اكتر يتوصل الى اكتئاب يعني توصل الى اكتئاب يعني توصل لانه يولي سامحني ان ان ديكاب سوسيال اعاقة تولي. يقولك انا عندي وليت اعاقة. معاش نجي من مارس حياتي اليومية لان اقولك انا مثلا مراتك عندي صغار عندي مسئوليات عندي حياتي اليومية حياتي اليومية يمسي عندي. ترايك على الممكن توالي ساير ديما نرجع بك فرصة بما انه حاضرة معانا الخصائية في الطب والعلاج النفسي. وقلت برشال هنا قالوا برشة توين ستفعلوا معانا برشة سيدة مشاهدين تفعلوا معانا على اختيار الموضوع. يقولك علش التوين ستحسهم ولا صحيح احنا مرحلة تكتئية؟ مرحلة تكتئية؟ حتى تعملوا انتروغاتوار تحسوا عنده طاقة ايجابية لكلهم انت تحسهم ديموغاليزة من عرصنا؟ هو شو؟ هو فما معانا اناتا سامحني فما كتب تكتب على ابيديميولوج سايكولوجي على علم نفس الاوبئة هذا يحكي على حالة كما نقوله الناس كي يجي وابين مثلا ستيفان تايلور فيه يحكي على حالة البسيكولوجيا نقوله احنا متاع الشعوب وقت اللي فما الاوبئة معانا حالة الخوف وحالة القلق وصاعات افترابت في النوم معانا هكا العبد ايزيطان نمشي نخدم ما نخدم ما نمشيش نبعث وليدي يقراه وما نبعثش بش يقضيه وعبيد خايفين من بعض عبيد على العصاب هذي كي ما نقوله حاجة تتشيف لكن فما اللي تتشيف في مستوي معين يخليه يواصل لحياته يخليه ما يقفش وفما اللي ما عادش نجم معانا معانا انا فما مثلا نعطيك اكزامبل شكول مثلا كي يجي في الفحص نقوله احنا الحصة تدوم تقريبا ساعة مثلا ساعة كاملة عديها واقف ما يقعدش بالكلاع على الكرسي وما يمس حد شيء وواقف معاناها معاناها نوع كي ما نقوله مخاوف ساعة كاملة معانا لين بش يدوخ يحس روحه ما يقعدش عليش ما يقعدش ما يقعدش خاف مثلا بلكش يفهم ما يشي جراثين بكش يفهم هو في كل شيء عاد مش كان وقتها بش يتصرف هكا حتى كي ما يخرش مثلا يقولك هو ما يخرش من الدار وكان بش نهارتها جاء ليه ثلاثة شهور وهو يخمم بش يجي فهمت كيفاش معاناها تولي مستحيلة الحياة شبه مستحيلة فهمتنيا هنا يلزم وأكيد هنا نعفو نحنا كما قلت دايما نعاود نقولها لكونا شعب متفتح مثقف شعب إسلامي شعب يعرف معاناها عنا قوت إيمان كبيرة برشا وعنا وعي كبير برشا لكن الحمد لله نقول احنا فما وعي معاناها العلمي وفما إيمان زادة وحتى يعاون معاناها الناس كما نقول سي نسخد معاناها سولاجم تريح معاناها في الأخر ينجم يقول لك أنا هك عملت لي معاناها تبعت التعليمات متع تبيب وقلت أما كل إيمان ذاك يزيد يعاون وهذا من شأنه كما قلت نحكي وحاول أهم العلاجات ليه موجودة برشا بالتمنير في العلاج النفسي وتوم الأكفاء الأطباء المختصين في الطب والعلاج النفسي والعلاج الجنسي اللي هو فم برشا هنا ترق للعلاج النفسي ثم برشا ثم ليب نوز ثم برشا ثم برشا طرق أخرى ولكن ممكن نقول أحسن طريقة فيها تفاعل مع المريض المريض يحس متفاعل مع تبيب هو العلاج السلوكي المعرفي خليلك الهلال اللي هو كما قلت من أحسن ممكن مش من أحسن ولكن المريض يستجيب بالنوع العلاج السلوكي المعرفي معنى علاج يكون المريض فيه أكتيف يعني يكون يشارك في العلاج متاعه يعني مش هو قاعد ويأخو في العلاج كما ولا يأخو وكهو باسيف وكهو باسيف يعني بش تعاونوا بش ينمي إليات دفاعية كيفش يتعامل مع الوضع متاعه احنا عنا مراحل في العلاج المعرفي السلوكي عنا مراحل المراحلة الأولى هي مرحلة التعليم يعني نسميها بش نفهموه شنية الحالة متاعه معنى علش يصير له هكا شنية العوام اللي وصلت طول هكا شنو ما اللي كان فما خلل ولا كان فما حاجة معينة بش نفهموه هذي كل الحلقة هذي كل اللي حكينا فيها بش نفهموه هلو بش نفهموه زيدا الأحاسيس اللي يحس فيها كيفش يحس فيها بالحق وشنو اللي يحس فيه وإلي معناه ما فميش أمراض عضوية لكن الأقلق النفسي والوظيف موظيف يراه موجود هذي الحاجة الأولى نشوف هذي هو العلاج السلوكي المرحلة مرحلة المراقبة هذي 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 مرحلة المراقبة يعني نقولوا احنا سيأنتبلو دوتو بساغباسيون يعني احنا كي يخرج المريض من الحصة هذيك الأولى بش يخرج بش نقول له أنا للحصة الجاية بش تعملي أنتبلو ولا فما ليجي يقرهولك بالكلام ولا ساعات بش يدون فيه كل مرة تجيه وضعية كيفش جيته الأعراض الجسدية والأعراض نفسية اللي يحسها وكيفش تصرف وشنية الأفكار اللي رودته وقتها كل مرة دونك بش يدون هذيك دونك يجيه بعد مثلا أسبوع ولا بعد فترة عنده صارت له خمسة مرات ثلاثة مرات وأحنا هذيك بش نعملو فيها تقييم تقييم للحالة متاعو بش نحاولو كيفش معناها في العلاج تابع العلاج بش نعملو اللي نسميوها معناها تصليح التفكير نوعا ما بتعويد معنا الأفكار اللي هي أفكار سلبية مرادية لأفكار إيجابية وسليمة معناها هذا من ناحية من ناحية أخرى بش نعلموه زيدا مثلا طرق التنفس والاسترخاء تنفس معناها لغيسپيراسيون مثلا أبدومينال اللي هو وقت يجيه نوبة الهلاعي واللي يتنفس يسر خاطر ما يجي في بالو من الأكسجين نقصه اللحكه هو يلزم تنفس بطيء وعاميق معناها لغيسپيراسيون لكورديناسيون ريسپيراتور نعلموه له بش يحد من هك الأعراض هذيك بش نعلموه مثلا الاسترخاء الاسترخاء التدريجي للعضلات اللي هو كيف كيف بش يتعلم ينقص من هك الأعراض الجسدية اللي تجيه وقتها مهم ياسر اللي كنقوله رو نعلموه في الحصة نوريوه ونعلموه له لكن هو مبادش يتدرب عليها بين الحساس في المنزل بش كيف تجيه هك الحالة هذيك يوال يتطبقها بصفة اوتوماتيكية يتطبقها رابدما ويتعلم كيف يتحكم في الانجواز هذيك منها تعلموه كيف يش تنفس كما قلت الاسترخاء كش يكون وبعد هذيه معناه بعد فم اخر مرحلة احنا نسميها مرحلة التعرض معناه كان هو مثلا ولا معاندش يحب يسوق السيارة احنا بش نعملوه تعرض بيت الدرج لك الحاجة هذيك مثلا مسافات معناه بروغرسيف ما تمشي وتطويل ولا معناه بش نعملوه له تامارين بش يرجع خطر احنا نحبوه تأهيله نحبوه يرجع لحياته العادية احنا نحبوه نحبوهش احنا ريقد يرتاح في الدار يخوفه لك حبوه يرجع يخدم يعيش عادي معناه الهدف هو انه يرجع لحياته اليومي يرجع لحياته اليومي نعطيه بعض الادوية دونك احنا اهمها عنا اللي احنا بش يطلعوا في كمادة السيروتونين هذيك اللي قلنا عليها من شأنها اللي معناه هي اللي بش تخلي المعلومه توصل طريقة سليمه وإيجابيه طعم الادمان نوعية الادوية هما ما يعملوش الادمان المواده دوما يخافوا من العلاج النفسي مع الادوية بلوتومتال علاج نفسي ايه هما بصفة عامة الناس تخاف من العلاج النفسي من الادوية اللي نعطيها في الامراض النفسية لكن فما ادوية تعمل الادمان وفما ادوية مدعتيش الادمان الادوية اللي تعطي الادمان احنا عنا مثلا المهدئات معناها البنزوديازيبين احنا ما نعطيوهمش بصفة مطولة ونعطيوهم مرات كان وقت اللي تجي نوبة الهلع بصفة معناها بونكتويل مؤقتة فهمتني اهم حاجة الناس يعني كيرتاح بحاجة ميقعدش يكمل بها واحد ويقعد يواصل بها اذا قالوا تبيب تاخذها اربع ايام اربع ايام كوي اذا قالوا لي خره يلزم ستة شهور وبعدش نوقفوه بتدرج ستة شو كل حاجة عندها معايير وعندها مقاييس علمية خليل كلمة الختام دكتورة ذوحاب الشيخ قليل اخصايا في الطب والعلاج النفسي واخصايا في العلاج الجنسي السادة المشاهدين اكيد يشاهدوا فيك وضعية معروفة ولكن عنا اكيد الامل احنا توانسا عمرنا مفقدنا الامل في البلاد بلوتو متاعنا نخليك لنا الموجات الإيجابية لتواجهها والله انطمنوا ساعة اول حاجة انطمنوا راهوا نوبات القلق واضطراب الهلع راهوا كما نقولوا مش هو اللي بش يعمل النوبة القلبية ولا الجلطة ديغيكتو ما اميديات ما به دونك انطمنوا من ناحية هذه انطمنوا اللي راهوا فما اساليب معناها طبيعية ومهارات نجم يكسبها الشخص بش يتعلم يتعايش يتفاعل مع الضغوطات كما نقولوا ويحل هالمشاكل من غير ما تدهور حالته النفسية ومن بعد جسد متاعه يتعب وطاقته الاحتمال تتعب ونقولوا راهوا هذا مش جديد راهوا الأزمات نقولوا احنا الهكا البنديمي الكل راهوا هذا الكل كان موجود من نول الدنيا موجود فترات يعني الانسان بش يتعدى بفترات فترات سلام فترات فيها مشاكل خوف هذه الحياة احنا منحبوش الانسان معاش يحسوا يولي بالعكس لا هذه هي الحياة احنا باش نواجهوها ماناش باش نتجنبو ولا نستسلمو باش نواجهوها اذا استحقنا للعناية النفسية والعناية الاخصائي في اي ميدان وكان نلتجهو للعناية نلتجهو للبروفيسيونيل معناه كيفانو سوريونتي ومبعد نحبوش الديبندانس حتى او تيرابوت نحبوه يلقى الاستقلالية ويرجع لحياته العادية وحمد الله شكرا لك دكتورة ضحابي شيخ شكرا لكم المواعيد تتجادل دائما على نفس القناة التونسية الى اللقاء